بس ده كلام بيتسو عندنا كمان كلام كابتن الفريق رامي ربيعة في غياب طبعا شناه وكان حاضر المؤتمر الصحفي وكان عنده بعض التصريحات نطلع نشوفها ونرجع نعاقب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية يعني فرقتين طبعا فرقتين محترمين جدا فرقت الإلال وفريق المصري طبعا أهل المصري يعني كونها تبقى مباراة بس هي تبقى حاجة كبيرة جدا بنا أن نحاول نسبة نفسنا نحاول نبين للناس أننا عندنا كورة كويسة وإحنا أثبتنا ده بالفعل فريق الهلال فريق كبير عمل مباراة كويسة زي ما كنتش قال أثبت أنه فريق كبير وهو أصلا فريق محترم دايبين يعني هي تبقى علاقة محترمة في الملعب بين البلدين قبل ما تكون مباراة فالموضوع داي يخلينا نحن نبقى نزهر بشكل كويس وإننا نحن كل فرقة تعمل عليها والمكسب ده بتاع ربنا وربنا يكرم إن شاء الله ندل أهل طبعا كريلو وبريرا كانوا معي في سبورتنج لشبونة فنعرفهم شخصيا يعني وبنتعامل مع بعض دايما بنتكلم مع بعض فدول اللاعبين اللي كانوا معي لما كنت في سبورتنج لشبونة فلا فريق الهلال فريق محترم زي ما كنتش قال السعوديين طبعا فيه لعيبة كتير سالم وفيه لعيبة محترمة جدا 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 يعني في المستوى يعني هيبقى متش زي ما قلتلك متش محترم فيه لعيبة محترمة نسبة للعالم إن فيه كرة محترمة ومع السيستم طبعا مع كوتش هنبدأ نعمل بتاكتك اللي احنا متعودين عليه وإن احنا نقدر نهاجم وندافع مع بعض فهذا يبقى الموضوع يبقى مباراة تبقى قوية بالنسبة للهل وبالنسبة للنادي الأهل إن شاء الله أنا في النادي الأهل من اللي أنا عندي 8 سنين تعودت إن أنا أثبت نفسي وإن أنا مهتمش بقرارات يعني الموجود معي أيا كان الكوتش فكان احترام القرار واحترام ده بيديني دفع أن أنا أدوس على نفسي أكتر وأن أنا أركب نفسي الغلط إن أنا أكيد في حاجة فيها غلط أو في حاجة في مستوى نقصة ده يديك الدفع أن أنا أشتغل أكتر على نفسي وإن أنا أثبت نفسي ورسالتي النشئين إن هم يدوسوا على نفسهم ما يفرقش معهم لعب أساسي لعب احتياطي برى القايمة هو أنت شغلك لعيب كورة إنك تركز في الملعب بس متركز في الكلام الناس لو ركزت مع كلام الناس والسوشيال ميديا والحاجات دي مش يعني هتقع لأن كلام فيه كلام حلو هتسمعه وفيه كلام وحش هتسمعه ويعني بين الحاجتين بتبقى شعرة كده صغيرة اللاعب مفروض يحس بيها أن يعني لما يعمل حاجة كويسة الناس هتشكر فيه جدا لما يعمل حاجة وحشة بعديها بيومين الناس هتقول عليه كلام وحش جدا فرسالتي إن ما حدش يسمع لحد واشتغل وإعمل لنفسك كإسم وإعمل لنفسك كارير في النادي الأهلي لأن النادي الأهلي أكتر نادي نادي بطولات فأنت ده هتقدر تحقق فيه بطولات وتقدر تحقق فيه زيتك لأن اللعيب الصغير بيبع عنده باور إن هو يزبط نفسه وأنا كنت لعيب صغير وكانت عايز يزبط نفسي كان أول مباراة ليا في كاس عالم الأندية كانت في اليابان في 2012 كانت عندي عندي تسعة عشر سنة والتمنتاشر سنة فكنت أنا صغير جدا وكنت بلعب أساسي فبالنسبة لنا كرسالة ليهم أنا حضرت كاس عام ثلاث مرات وكانت اللي أنا محضرت عشر سنة اللي فات دي كانت هتبقى الرابعة بس الظروف وزي ما أنت قلت كده ده نصيب أنك تشتغل على نفسك وتدوس على نفسك ناشا الله شكرا لك وربنا كان المجهودي أن أنا خدت أحسن لعب في المباراة في مباراة منتيري فده أحلى جائزة بصراحة بالنسبة لأن أنا دوست على نفسي وربنا يكرم طبعا وكلنا فرقة واحدة مش أنا اللي خدت أحسن لعبي يبقى الفرقة كلها طبعا بمساعدتهم معي وكلهم كانوا رجالة في المباراة وتكمل إن شاء الله بناخد تالت كاس عالم إن شاء الله هو كل مباراة ليها حساباتها وكل مباراة ليها تفكيرها وكل مباراة ليها التكتك بتاعها فما فيش فرقة بتبقى أعلى من فرقة وفي فرقة هو على حسب زي ما كنتش قال إحنا كسبنا بالميرس السنة اللي فاتت وخسرنا منها السنة دي وخسرنا من منتيري مرتين في كاس العالم وكسبناها السنة دي فما فيش فرقة سماعة كعباء عالي وفي فرقة كعباء واطي هي الفكرة كلها أن على حسب مودك وعلى حسب الحظ في الماتش أو على حسب المركز أكثر في المباراة. ولكن لو مباراة تكررت أو في مباراة كذا مباراة على حسب الفرقة داخلة بتركيز عاملة إزاي فهي ما لاش ألاقب فرقة أعلى من فرقة مركزة وفرقة ممكن تبقى التركيز بتاعها ممكن يبقى على مراحل زي ما إحنا دخلنا الماتش مش مركزين في الشوت الأولاني أو الماتش سرقنا شوية أو التركيز الزيادة خلنا نبقى مفقدين شوية من تركيزنا لأن أوقات التركيز الزيادة بيبقى بيتأثر عليك بالسلب فدي ما فيهاش كعب أعلى وكعب أوطى دي فيها أنه هو اللي حظه حلو واللي بيبقى مركز في الماتش هو اللي بيأخذ الماتش أنا عرفت أن الحكم بس هو هو اللي حاكم لنا ماتش بالاميروس هو اللي هيبقى متواجد في المباراة برضو ما عندناش تعليق طبعا أنك تركز في ماتشك وتركز في أدائك لو أنت كسبت أو جبت جون هتبقى مش مركز في قراراته أو ممكن الحكم أوقات كتيرة قوي بيضغط عليك في قراراته أنه بيحصل في أولاد مش موجودة بس مش ديش شماعة اللي احنا نعلق عليها الأداء لازم نكون احنا مقصرين بس ما عندش فكرة أنه هو يتغيره لا بس عارفين أنه هو اللي هيبقى حاكمه مباراة بكرة إن شاء الله كلام مهم جدا من كابتن فريق رام ربيع في المؤتمر الصحفي يتكلم عن نقط مهمة جدا نتكلم إزاي بيقدر يدوس على نفسه وإزاي قدر يرجع ياخد أفضل لعب في المباراة أمام منتريه أتمنى يكون إذا كان له نصيب أنه يكون أساسي يكون في قمة تركيز ويقدم لنا أداء مباراة منتريه إن شاء الله يعني يكون الفريق جاهز وطريقة اللعبة تكون المناسبة للنادي الآلي لأن البعض من الأشقاء في السعودية متخيلين أنه ممكن النادي الآلي أو بيتسو مسماني يلعب بطريقة أو جيم مفتوح أنا أتوقع أن بيتسو مسماني هيلعب على التحولات وهيجيد ده وأعتقد بيتسو بيجيد فن إدارة المباراة الكبيرة نتمنى يستمر مع التوفيق في المباراة الكبيرة إن شاء الله إن شاء الله يستمر التوفيق ويستمر التركيز وتستمر حلم النادي لأهلي نحو الحصول على البورنزية التانية على التوالي واستمر معاكم الأهلي في المنديال وليالي الأهلي في المنديال لسه الأخبار فيها مهمة ولكن بعد الفاصل